للاسف وحتى وزير الشباب والرياضة المغربية السيد منصف بالخياط يعني عبر عن عمق العلاقات المغربية التونسية وان هذا الحدث يعني لن يزعز العلاقات بين بلدين شقيقين ولكن لابد ايضا من اخذ اجراءات مع من تسبب في جرح وضرب وتعنيف واستخدام الغازات مع الجماهير المغربية التي جاءت وشجعت بكل روح رياضية وبالعكس حتى الجماهير التراجي التونسي يعني تستحفف على هالقبعات شجعت بروح رياضية صفقت للعبين المغربة وهم يصعدون لمنصة التسويج ولكن هذه التصرفات تعتبر مستغربة وليست يعني من شيء من البلد شقيق كتونس وهذا ما اكده ايضا المسؤولون التونسيون بحمد الله استجوابنا الاطباء الذين قاموا بمعالجة الجرح المغربة والمصابين قالوا ان اغلب الحالات هي حالات جيدة من هم من استدعى نقله للمستعجلات للمستشفيات التونسية لاخذ بعض الاجراءات الطبية وبعض الادوية ولكن بحمد الله يعني ليست هناك اصابات بليغة جدا لكي نطمئن ايضا نطمئن اهل الجماهير التي حضرت الى هنا الى تونس بحمد الله تتتم اتخاذ الاجراءات اللازمة هذا ما وعند مسؤولون تونسيون وايضا بالنسبة للمسؤولين المغربة حتى مسؤولين الوداد اشهد العلاقات الثنائية بين الترجل الرياضي والوداد البيضاوي وايضا قالوا لابد على من تسبب مثل هذه الافعال ان ياخذ جزاءه وعلى العموم مباراة مرت ولقب للترجل سيموثل الرياضة العربية سيموثل الرياضة المغربية في كأس العالم الاندية نعم في هذا اللقب ونتمنى كل توفيق لنادي الوداد في كل السحققات المقبلة بسا بإذن الله